نقشت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى خلال دور الإنعقاد الماضي عددا من التشريعات التي تصب في صالح تطوير القطاع الرياضي وقالت سعدة السيدة سبيك الفضالة رئيسة اللجنة إن أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس مناقشة المرسوم بقانون بإنشاء أندية في شكل شركات ومشروع قانون الاحتراف الرياضي فيما يتعلق بإنجازات لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى عقدنا العديد من الاجتماعات خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس التقين فيها بالمسؤولين لأخذ مرئياتهم بخصوص أربع تشريعات محالة إلى اللجنة من ضمنها مرسوم بقانون وأيضا مشروع بقانون واقتراحين مقدمين من أعضاء مجلس الشورى أنجزناهم خلال سبع اجتماعات طبعا من أهم هذه التشريعات كان قانون الاحتراف الرياضي الذي صادق عليه سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه يعتبر هذا القانون من أهم القوانين اللي إن شاء الله رح تساهم في تطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين أيضا إلى جانب الاحتراف الرياضي ناقشة اللجنة مرسوم بقانون يجيز إنشاء أندية رياضية على هيئة شركات تجارية طبعا راح يكون داعم للاقتصاد الوطني بإذن الله إلى جانب ذلك أيضا ناقشنا اقتراحين بقانون الاقتراح الأول وهو إنشاء مركز متخصص لتسوية وفضل منازعات الرياضية الاقتراح الثاني وهو متعلق بتنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية